الغرار فيه هوز من تحت مراضي خلص حتى لو يستفيدون واحد بالامية راضين هذه تفكك قلبك يرقع؟ تكفش رايك بالتجهيز؟ هذا عشاء ولا شنين؟ تكبس ألف لأن الله تعالى كريم هذا لم رايخ بسم الله مبروك الجدر اليديد أحلى من كده مفيش ولا ثابون مكبوس أكيد كل شي يبيه لحب ها وعلي يا سلام مبروك الأحجاب مبروك نور اكتمل يا سلام هذا ما يطلع اللي بالوقات الصعبة لا تخلونا أغراركم شي دي يامده ما طبخ بالضلال شماحت بعيني وانا قوله أقول الأفكار مثل السيف الحمد لله ربي العالمين تنقونين مو بس بردوار يعني ما ينقطوا صاختنا ونمشي؟ لا 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 ناقص زين عقلتهم وناقص عقل وناقص سلام عليكم ويعطيكم العافية اليوم إن شاء الله عندنا كشتة بدن الله ووليد مو الصيني على كم شاء الله ناقصة نواقص هذه الكشتة يا جماعة كشتات حالاتها يا تصير واحد يشتري الأغراض كلها وتصير قطية بيننا اللي إحنا تيماعنا أو مثلا اللي ماسك الطلعة يوزع الشغل أنت يبتشيذي يبتشيذي أنت فلان يبمثلا حط أبو فحم فلان مر الجمعية يشتر مثلا دياي ولا لحم ولا لحام ولا سمج أي أنفهم يعني يتوزع الشغل بين الشباب اللي كاشتين أما إذا كان الشغل كله شايلة واحد يمكن يطلع كاشتة وياك كاشتة ثانية الثالثة القائم يقول هذا كل شيء كل شيء علي أنا الشحق ماني خادمهم أنا فأي يتعب وتصير تكلفة علي زايدة فأي هي تعاون على قولتهم أيد واحدة ما تصفق إذا أنت وتواعي تعاونتوا تستمر الكاشتات هذه تستمر يمعاتكم تستمر وناستكم أما إذا كله على واحد صدقني رح ييلة يوم من الأيام وطيق تبدأ يقول بس بطلنا خالت الأغراض ونحن خلاصت توكّلت على اللاي أعسى الله يسهل الدرق يا رب سهلات اليام وموحيد إن شاء الله طريحنا قريب نصح إن شاء الله وصل الله يسهل دعائين تقولهم هذا كتبت الخط دعائين تقولهم أول ما تطلع من البيت تقول دعاء الخروج من منزل بسم الله توكّلت على الله ولا حوله ولا قوته إلا بالله هذا دعاء الخروج من منزل دعاء الركوب أتوقع حفظتهم كثرة معينة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظروب إلا أن وعزا الله يحفظكم وسمح تاركم جماعة يدعية سبحان الله وأذكار سهلة الله سبحانه وتعالى يحفظك فيها وصلت البار وتبارك الرحمن هذه خوش يادة هذه جماعة اللي جديد يسمونها مسحية هذه تكون حق شركة ولا حق مع اسكار ولا كذا سواء يديدة سواء محجورة المهم أن تكون اليادة وايد حلوة وسمحة شو أنا قد أمشي 100 من تاح تبارك الرحمن هذا مجابر اللي تسألون عنه على مجابر السلام عليكم صدق أنه في ناس وائد يسألون عنك يقولون ليش ما تطلعوني يا با هذا خاف زعلانين وأنا كذلك هم يسألون عنك ويقولون نفسك يبارهم نفسهم يمكن نفسهم والهانين على لونك تصدق والهانين على لونك يا هلا يا هلا يا هلا بالعود السلام عليكم الحمزة والسلام شونك شخ بارك ساك طيب شونك 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 شالأخبار عليكم السلام يا بشيخ شونك يا بشيخ شونك محمد الصالح مجابر وليد لونيزي بمحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطلال شونك شونك سالم الرشيدي خير خبارك خير عساكم خير شونك اخترنا هالمكان حليو يعني صد وعشان هم فيه شوية هوا ذرا هني حضرانا ان شاء الله ننظف المكان فيه شوية وصخ اسكم الله ونقعد أهم شيء شراحة تبارك الرحمن مكان وايد شرح ونضيف هذا أهم شيء نضيف عشان شديد قاعد نطق درب نروح بعيد ونرتاح حين إن شاء الله نضبط أغراضنا وقاعدتنا شنو ذكرتنا تمو محمد زاك الله خير دعا المكان شنو دعا المكان عذو كنات الله تامات شنو فايدة دعا المكان يعني حصن ويحفظ الواحد وإذا كان فيه يعني من الأفكار يطرد الشياطين الله يزاك خير والدواب وكذا الله سبحانه وتعالى يحفظك فيه الله يزاك خير الشباب هنيت يقون الذراء هوا خفيف مو شايد بس أحسن لنا ضبطنا القعدة الله أعطيهم العافية الشباب قواهم الله خوش قاعدة تبارك الرحمن وهذا الغروب هناك عادي إن شاء الله يكون منظر الغروب اليوم حلو نفس أمس يا رب يعطيكم العافية يا رب قواكم الله وطلال وين الشراقي اللي يابه في ريحة الشراقي قواهم الله قواهم الله اليوم يا جماعة التغطية راح تكون من جهتين أو من زاويتين عندي بإذن الله وعند أخوي محمد الصالح بجابر عنده قناة باليوتيوب راح أحط لكم إياها الرابط ما لها بالوصف محمد يحب التربط والأقد والأحباغل فقاعد يعلم باليوتيوب عنده بالقناة قاعد يعلم الشباب شلون طريقة تربط الأحبال راح تشوفونا إن شاء الله راح تسفيدونا بطلال قاعد يحبطنا بالشاي بس ما ديليش فيهم شاي أبيض شون هذا هو شاي أبيض اسمه لا يبقى يمكنه هو شاي أبيض شاي مال ديتوكس سؤال شنو ديتوكس باقي؟ تنظيف تنظيف فارمات الجسم شوف أنا بالنسبة لي ما لدي شغل بالشكل أهم شي الطعم إن شاء الله شوف 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 مش رانا Lucky دلتك دايلا ان platinum لم تدلي أشعر ك المفاحب بالي يختح كان اسمه من أولا حتى جاد رفيجي أبيضر يصبح إسلاميديك يا أبي Fre لقد كان حاصف يجب سبح لا بدأ ما بدأ quer لا هذه من البركة من البركة هنا نعم يا الربع سالم الرشيدي بطلال عنده تبارك الرحمن معلومات وخبرة بسالفة الدبل وقلص السيارات بحكم انه كان مع فريق انقاذ فريق الانقاذ يعني وايد تبارك الرحمن فريق الانقاذ بالكويت فريق الانقاذ اذا هم الله خير اي سيارة بغرزة اي واحد طابع بصبخة ولا ضعوس ولا اي ان كان متعطل سيارته يتصب الفريق ايوني طلعونه بلاش لوجه الله الله اعطيهم العافية واجزاهم الله خير والله كثر من مثالهم عموما نبي نستفيد من خبرة بو طلال من سالفة انا بالنسبة لي لانه كان عنده اخوة وانيت اتش دي ناس وانيتي فنبي نستفيد يعني معلومات اساسية باستخدام الدبل بالوانيت الاتش دي وشلون على قولتهم اطلع نفسك من غرازتك بو طلال يعطيك العافية اندش بالموضوع سيدة نبي الشباب يستفيدون انا واحد من الشباب ابي استفيد صراحة حتى لو يستفيدون واحد بالمية اراضي بذن الله بذن الله ان شاء الله شنو بتكلمنا عنه اول شي القلوس القلوس انت راعي بر لازم معاك اقل شي قلص واحد هذا يعني بيت النازل القلوس تتنوع من القلص العادي اللي هو مو المطاط هذا في المطاط اللي مثل هذا وهذا وهذا حبل لونش طبعا مو مطاط حبل لونش بس ميستشنو خفيف الوزن وهذا عشرة متر ممتاز ويتحمل اكثر من هذول كله ما شاء الله تعالى انزين انت قلت عادي وقلت في المطاط اي نعم الفرق والافضل العادي اللي هو التقليدي المستخدم التقليدي يعني ما يعطيك مجال نسبة اذا مثلا نفترض انه عشرة متر راح يعطيك عشرة متر بس المطاط اذا عشرة متر مثلا راح يعطيك يوصل ليه مثلا 12 او 13 متر حسب النسبة اللي فيه وفي مطاط مثلا هذا هذا عشرين بالمية عادة القلوس المطاطة اللي شديه صايرة شديه سيدة هذه نسبة تمدد فيها عشرين بالمية اما الدائرية يوصل الى ثلاثين بالمية ما شاء الله شنو فايدة المطاطة فايدة المطاط طال عمرك نفترض انك مغرز او احد مغرز المكان الارض اللي هو فيه صعبة شوي رملة ناعمة طينة فانت طبعا اهم شي تمنسم توائرك هذا اول شي المطاط يعطيك مجال انك تنتع الشخص ونفس الوقت تقدر ترجع مرة ثانية ممتاز بدون لا شنو صدمت الخامة العادية هذي صدمتها شديه وطيح انت وياه صح وبنفس الوقت راح تعور الشاصي هذه تعور الشاصي شوي هذي اتش يعني فيها مجال يعني مثل ما تقول تستخدم الطاقة الكاملة الكنتك انرجي اللي في القلوس نفسه حلو حلو تبارك الرحمن ما نعته الحين استفدنا ان القلوس العادي ما راح يفيدني اذا انا ابي انتع اما القلوس المطاط ايا كان اللي فيه نسبة مطاط وهو اللي راح يفيدني اذا انا ابي انتع مو انت تحتاج تنتع اذا كانت السيارة المغارزة طابعة مرة واحدة بصبخة ولا برملة ناعمة هني انت تحتاج انك تنتع السيارة النقطة اختيارك لقلوس حلو اه فيه اشخاص مثلا يقول لك انا جاي بصغير ابي لقلوس خمسة عش طن حلو راح تقطه فلوسك يعني ترى ما لا يداعي على الخمسة عش طن ليش لان القلوس هالي تمشي على الجي في ام شيني يعني جروس فيك الماس اللي هو وزن السيارة الكلي وزن السيارة الكلي لما تكون سيارتك محملة كامل توصى ثلاثة طن ضاعف العدد صار ستة طن جمع القصر اللي متواجد بالسوق عادة تمانية طن صح هذا كافي لك لكن اذا مثلا وانيت انت بروحها راح يوصى ثلاثة ونص طن تقريبا صدقت ودب الوزن صح صار سبعة ايه لكن لا حط بالحسبة انه انت وانيت يعني اكبر البيس عندك اطول القاعدة اطول لما تمسك بالارض لانه شي اكبر ماسك بالارض فيثقل زيادة ايه تحتاج عن تقريبا اكثر شوي اللي هو 11 طن 11 اثنان عش صح الهوكات طال عمرا كنواع فيه الهوك الحديد المعتاد اللي هو ثلاثة على اربعة هذا الهوك الحديد المعتاد انا ما اقول لك ان هذا ما يتحمل بالعكس هذا ترى يتحمل وزن عالي لكن الخطورة فيه اذا لا قد الله مركبة على ما طال شي يصير كنا نباطة ايه تخيل هذا جاي لك على سراعة 100 او لا 120 صدقت وصارت حوادث كسرت سيارات زي ما ناس تعورت انا جزلك فيديوهات اقول لك اثر القلص الخام هذا العادي بعد مو هذا اقول لك اثر هذا مع مطاط شنو سوى بالسيارة لا اله الا الله مو هذا هذا يعني القاتل لا اله الا الله غير انه بديلها هذي اعني شوف صح ماك وزن اقل ضرر ويعني ان شاء الله من بعد الله يكون امان شوي وبالنهاية هذي خام مو حديد مو معدن هذا خام الخام المصنع هذا منه وهو نفسه هذي ممتاز انا صنع ترى الهوكات يعني هذا الهوك انا مصنعه من الاحبال اللي مقطعه عندي هذي ما شاء الله فهذا سويته هذا اللي يسمونه الشاكل هذا السوفت شاكل ممتاز وهذا يتحمل تقريبا 17 طن وهذا يتحمل 13 طن ما شاء الله تباك رحمن الشباب محتى احنا على ايام قبل كنا القلص كان يجي فيه مشبوك نفس هذا صح عرف الهوك هذا انا استخدم بحالة واحدة اذا بطلع سيارة صغيرة صعب ما فيها اماكن نقاط سحبة اقدر اسحبها منها ففتحات الشاصي اركب هذا فاستخيلنا وزن السيارة على الزاوية هذي ولا شيء فما اقدر انت صح لا السحبة خفيفة اكثر من شيء ما اقدر هذا يعتبر خطر بعد مطلال ابي اديش البر ما بيغرز شنو النصايح ما في احد ما يغرز ما في احد بالدنيا يعني سمعلي يقول لك تذاب لك والله ما اغرزان كل الناس تغرز خطأ او تقدير خاطئ بسيط يخلي سيارة تغرز لكن الصح شن تطلع من الغرازة بدون لا تنقلص حلو ما توهق نفسك زيادة ما بتخلي سيارة تطبع زيادة ممتاز اول شيء اللي حاب يطع عسب طبعا طينة نهائيا ما انصح فيها الاصبخة والطين الاصبخة لانه تعب سيارتك تأثر على سيارتك اما رملة مثل اللي تشوفها تشدي هذي نزل توائرك 20 20 مبدئيا 20 تستاني سو تدخل وتطلع على راحتك خنقول لك منزل 20 غرست شو سوي الحين نزل زيادة توقف فيه من الشباب اللي هداهم عدعسة نقول لك هو مو عناد ما تقدر تعالي عدعسة تلقى التراب حشاك واصل لي الكبوت صدقت وتعال طالع نفس الاخ اللي ورانك يمشي غرز كاميرا فوقف بعد هم تقدر تقدر سيارتك يعني الجيب غير عن مثلا الوانيت طح الوزن يختلف قاعدة الشاصي تختلف قوة الدبل تختلف قوة المكينة قوة المكينة انت قير عادي ولا تماتيك هذا كلها يختلف لازم انزل اول شي يعني شفت السيارة بدأت تثولت او تعلق وقفت علقاتهم تذكرها ابو محمد مات الغوص صح stop think عند اخر شي عند اكت وقف هواي عشرين انزل اليل العشرة تمام وما اعاند اطلع من المكان اللي لاف فيه او اللي طالع حاول ارجع قري حلو ليش لان الارض اللي وراي شنو انا يأت منها اساسا داتشة داتشة شذي الرملة غاصة شذي فارجع على الراحة ودائما تكسر شوي على الخفيف تكسر والسكان بس اهم شي لما تكسر تكسيرات خفيفة شذي تكسيرات لخصصا انك منسم هو التوائر حيل فاذا لفيت زياد ونزلت تاير شي صير ممكن يفسخ من يفسخ صح اهل الوانيتات مو اهل التيوتا اهل الوانيت تردت راعي وانيت قبل بعد لا صر عنصري اهل الوانيتات هذي تفكك يا سلام شلون هذي قيمتها بنص او 750 فلس حطها تشذي قطها عندك بالدرج تحتاجها شنو تقول لي احتاجها في الوانيتات اغلبهم يجيلك قاعدة قلص قاعدة القلص صح المربع عرفتك بسحب وانيت من ورا جدام ما نقادر اسحب الوانيت في الهوكات اللي جدام صح بسحب وانيت من ورا ما عندي مكان لا اسحبه من ورا صح هذي القاعدة هذي القاعدة تمام عرفت السحبة من هذي شوف مبين نحن ساحب عليها الساحب انا صح هذي ترى ما تتحمل هذي ضعيفة هذي ضعيفة هذي كسيفتي بس اللي تتحمل هذي شلو نسويها حلو حط القلص شدي يا سلام عليك شوفتون فكرة بسيطة يا جماعة والله مو نفكر فيها انا قضل وحطيت الصيخ شدي احط السيفتي البن هذا عشان الله يفلت يا سلام عليك هذي بحياتي ما افكر فيها تخيل وهذا ترى يتحمل يتحمل ضغط عادي عادي ما شاء الله الحديدة نفسها البن حديدة نفسها تتحمل ممتاز بس يعني حاولت تتجنب شنو الزوايا الحادة الزوايا التسعين يعني القلص يكون يعني سيدة يعني بزوايا شدي بس مو يكون زاويا حادة حين السبب ان هذا مرحب هذا ممكن يحكي بس ترى يتحمل عادي الحين بننتقل نروح السيارة وبنشوف الفرق بالدبل فيه الدبل العادي الخفيف فيه الدبل الثقيل ابي الفرق بينهم ابي شنو فرق الدبل الثقيل عن الخفيف اللوانيت اشتغنا اشتغت للوانيت ايه من وانيت ليلاند قطيت الوانيت يا خاين نسو عن زين بطرال تسالف لنا عن مع الكامير الدبل او انواع الثقيل مع الدبل او انواع تحمل حلو كل المصنع وكل شركة لها اه علاقاتهم معيار في الدبل بوجهة نظري اقوى دبل طجيرو صدقت ايه خاصة الالفين اقوى دبل ايه والله ايه ايه والله ايه دبلات خلنتكلم عن الوانيتات حلو خلنا عن الوانيتين طبعا بقولك عيوبة موضك خلق لا احنا نستفيد من مساحة الوانيت هذا الكلام الدبل الثقيل بالوانيتات لا تهوس عليه صدقت يحفر بسرعة لا ها الشبنات ما رح تتحمل اوف اللود العالي اذا هوست على الدبل الثقيل الزيت رح يطلع من الشبنات لا اله ها يعني ضغط خفيف عادي مشي عادي يعني ما تتجاوز الاربعين سرعتك هذا حق الدبل الثقيل هذا حق الدبل الثقيل تمام الدبل الخفيف عندك يعني ليس ثمانين امية حسب الشرك المصنع عادة انتلاقونها اهني او دفتر المصنع وهو يقول لك كم اللمت حلو حق كل دبل كم السرعة فيه على حسب سيارتك ايه الدبل الخفيف نستخدمه حق تراكشن او يعني ممشا العادي مثلا بطع عس والامور هذي دبل الثقيلة بستخدمه اذا محتاج تورك عالي قوة اكثر تلقى الموتورش انه يحن زيادة بس انه انا ما بي السرعة ابي قوة السحب والثبات اكثر فهذا استخدم دبل ثقيل طالع طلع يعني من اه خنقول انت عند ضلع نفسه او طلع نفسها فبطلع ابي عزم اقوى تورك اعلى فاستخدم دبل ثقيل ووقت القلص اذا بيقلص احد اذا بيقلص احد اذا بيقلص احد وانيت استخدم دبل ثقيل هو وانيت او انا وانيت لا 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 اذا سيارتك وانيت استخدم دبل ثقيل تمام لاني انا ما بي يعني اطق طق قوية ترى الناس المشكلة انه تستهين بقدرة الوانيتات او قوة الوانيت يقول ابا انتع نتع شدي لا الوانيت النتع النتع فيه ينتع ينتع يشيل السيارة من العرجة كاملة فما ودك تخاطر بنفسك ولا بالشخص اللي يعني انا الحمدلله انت شدي محمي يعتبر لا قد الله حتى قلص فلاة شدي على ما يوصل مستحيل لا توقع يوصل عندك لكن الشخص اللي وراك المسكين يمكن جايه بالجامة صح وأنا منكسر الجامتي نشك كبوتي نشك كبوت ما للسيارة أو قلص نروح اكيد الدبل نروح اكيد الدبل هذا الدبل هذا الدبل منه الخفيفة منه الثقيل عادة هذا اطو هاي يعني بدون دبل هذا اطو هاي بدون دبل هذا نيوترل اللي هو بوش حتى لو تتحطه هني ان تتحطه شدي ان تشغل السيارة تحطه دي ما تحرك ما تتحرك سيارة. هذا التوهاي اللي هو الوضع العادي. الوضع العادي اللي يستخدمه على طول. واللي تشوفه فور هاي سهم فوق. فور سهم فوق او فور اتش اي يعني دبل عالي. اللي هو حك سرعات عالية. حلو. هذا اللي نقوله الدبل الخفيف. اي. الفور سهم تحت او ال او يعني فور لو اللي هو الدبل ثقيل. حك سرعات المخافة. او اللي اسمها اللي غير. تمام. انزي. اي. اي. اه. يمكن اتوقع مرة على كنية برمية. شلم? انت بتعشق مو اضيعش. اي قولها. حلو. تبوش السيارة تخلي تخلي سيارة تحرك بس انش ولا انشين. لان الغيارات تاخذ راحتها. وبعدها تقدر تسحب الغير. حق الدبل. الدبل فقيل. سحبة الغير تكون سحبة واحدة وسريعة. مو تقعد تسحبها على الراحة شو شو. لا. سحبة واحدة وسريعة. يعني مثل ما تشايف. شدي. سحبتها شدي كل ثقة. مرة ثانية. يعني هو شدي. ما قاعدة اسوت شدي. لا. سحبة واحدة بثقة. يا سلام. يلقم على طول. يلقم. حتى لو يطلع الصوت شديك شدي. عادي. عادي. بطلال. الحين انا وانيتي. ما في شي اسمه دقمة الدفلوك. مثل تيوتا. حل. تمام. اه في شباب انا سمعت. مثل تيوتا. اه. شغل تيوتا ونيسان. عشان لا نكون عنصريين. تمام. ما في نهائيا دقمة الدفلوك. ما عندي غير هالدبل هذا. ما عندي غيرها. اه في شباب يقولون في طريقة تسويها بدعسة البانزين مع الدبل ومادري شنو يشبك التاير الثاني. شنو الطريقة. شوف ايه في طريقتين. واحدة ما قلت لك. ايه. اه. فيها شوية خطورة وفي ناس ضدها. بس اذا على قلاتكم توفق نص البر بروحي بسويها. بسويها اكيد. الطريقة ثانية بالنسبة الوانتات. الوانتات في الاس دي. شنو الاس دي. limited slip differential. يعني هو اه شبيه لل اه دفلوك. بس شلون شلون اشغله. اه هو يشتغل بروحه. بس شلون يعني استفيد منه. احط الدبل ثقيل. حلو. ولازم انسم توائري شوي زيادة. يعني اوصلهم عشرة مثلا. اذا كانت السيارة مثلثة طبعا. الكلام اذا السيارة مثلثة. الكلام اذا السيارة مثلثة. يعني تايرين بالمغرزين مرة واحدة وتايرين بفوت. عادة الوانتات هذي اول ما يغرز تاير الخلف اليمين. صدكت. وتاير جدام يسار. ايه. صح. بس عادة اذا انت ارضك زينة اول واحد هذك. على يمين وارا. صح. فاهدش اللعب على قراتهم. اوقف. انزل هو التواير لي عشرة. او ثمانية اذا شفت والله وضعي قريب من الشاصي حال. ثمانية. احط الدبل ثقيل. وابدا احط دي. وثبت الدعسة. اه على مثلا واحد ونص واحد ونص. تلقى التاير يلعب 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 ايه المفجأة صار خفيف. صار خفيف. يبدأ يحول القوة على التاير الثاني. التاير الثاني. اللي اساسا ما كان مشتغل. ايه اللي هو اليسار. ايه. بس. بس اذا دست وهديت. ما استفد. ما استفد حالا. لازم تثبت الدعسة. رح يلعب التاير شفها يلعب 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 شوية خفت السرعة. تشوفه. خفت السرعة ويحول على ثاني. ممتاز. هذه الطريقة العادية. والطريقة الخطرة. طريقة الخطرة لازم اخلي سيارة الثالث وارك اياها واحد من الشباب الله يذكره بالخير علي منزل فيديو فيها. يربط قلص على التاير. يقفل التاير غصب. يخلي التاير يقفل مكانه غصب. شلون? يلف القلص الخام اللي شفته طبعا مو مطاق لازم قلص عادي. القلص الخام يلفه لفتين على التاير ويربطه باي مكان بالشاصي سواء الهوك سواء بالشاصي في فتحة شديه. وحط ايديو على شو شو يتدقى القلص شنو شو يسوي يشد يمسك التاير. فغصب سوى دفلك. غصب شغل التاير الثاني. غصب حول القوة الى التاير الثاني. هذي السيارة اللي ما فيها دفلك ولا الاسدي. هذي شنو خطورتها على شنو الخطورة? واحد يتهور يضغط زيادة يعور موترة بس هذي يعني نقول نستخدمها حق والله بنص البر وما عندي احد وسيارتي ثولثة. ما للاها الطريقة فاستفيد منها. على قولتها من قطع. ايه. من قطع استخدم الطريقة. ممتاز ممتاز. الله اعطيك العافية يا بطلال. الله عافية. ما قصرت مع الماء طيبة وان شاء الله يا رب الكل يستفيد. بدن الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. بطلال بيورينا طريقة التنسين يا الرابع. شنو الطريقة اللي راح تستخدمها. شفتها هذا? ليش? اي سخرة اي حشاك تراب شذيه ممكن يقعد ينحشر بالمكان هذا ويقعد شنو يسوي ينسم. صح. رطفة كبر حماية له احسن. وهل هذي فعلا تمسك الهواء? هذي تمسك الهواء بس يعني مو اني امشي فيها. اني بس اسكن الهواء. تفيد. لين ادبر نفسي. ممتاز. شنو الطريقة اللي راح تفش فيها? في اكثر من طريقة وشركات وغيره وغيره وسرعات مختلفة وغيره. ابسطهم ابسطهم. ابسط وحدة وارخص وحدة اللي هي هذي. هذي الابرة يا جماعة اللي استخدمها البنشارتشي. البنشارتشي. مالك البنشارتشي. شلط. هذي طال عمرك بس باستخدامه شنو? لازم نحرص بورك ياهل حين. انا اشوفك هنا. بنحرص بس انا قاعد طالك. لا هذي حركات سرية. لا كوريها. لا كوريها. فيها خطورة شغلة واحدة. شنو هي? تفلة الابرة منك والطيحة شاكمه بالسافي بالتراب شديه. ما اعتقد راح تحصلها. الابرة تقصد الولف اللي راح تفتحها الحين. اللي هو حاط الريال بوطلال حاط سبير نفسي. ايه. ان شاء الله قدر رضاع ولا شيء الا عندك سبير. لما اركب الابرة. الفها شوفوا راح تركب مسننات داخل. شبتوا? ركبتوا مسننات العماء يتحرك. ابدأ الف. شديد. احط وين? احط ايدي شديد. ماسك الابرة. برجعها لازم ماسك الابرة شديد. ماسك الابرة ما طاحت. لا ما طاحت. ممتاز. ممتاز. فالشي تخلصت وصلت للمرحلة اللي تبيها. بس هذي اهم شيء. ما تشدها بس اللي يسمونا فينجر تايت على شديد. بس شديك شديد. ما تشدها حيل. لا. شدها شدة بسيطة وخلاص. وتسكن السيفتي. هذي اسهل طريقة التفشيش يا جماعة. وانا بالنسبة لي ما اعتمدها من سنين وللحم ما غيرتها. هذي اللي استخدمها. طبعا فيه اجهزة. واسرع وحدة تفش هذي. نقول ان انت يعني طالع بر كشته ومو صاحب افرود والسوالف هذي. ما عندي ابرى ما عندي شيء ما عندي. هذا اسهل شيء. مفتاح. مفتاح. تحطت شديد. يا سلام. خمسين ثانية. خمسين ثانية. خمسين ثانية يكون كم واصل? يعني تقريبا يوصل خمسة عشر. ممتاز. خمسة عشر. خمسة عشر. ولما فتنا الولف كامل. كم عدت عد? عد عشرين ثانية كنا تقريبا نواصل خمسة عشر. ممتاز. ممتاز. الله اعطيك العافية بطلال. وبيضل ويك. ما قصرت كفيت ووفيت. الله يبارك فيك حبيبي. عبر. عطاني. عطاني. المترجم للقناة 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 بسم الله المترجم للقناة المترجم للقناة هذا المطبخ هذا المترجم للقناة المترجم للقناة هادي حلو المترجم للقناة هادي هادي معلومة أنا المترجم للقناة فسهلا مترجم للقناة الله 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 أكبر الله أشهد حي على الصلاة هادي 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 تعجبني تعجبني قاعد يبينه شاي وقاهوة ما يصير الله أصلي تصدق أصلي أصلي هادي لا تحط فلفل هادي هادي حيش عشان بطلال حق مرارة ايه قاعد احسان الله عافية رب امين امين شوف المنظر المنظر وديك بس هادي اقول وديك المنظر بس تعشى منها القنشة هاي العود هلا هلا بهارات تايم ايه ايه الهندي يحتاج بهارات و يحتاج فلفل وبصل هل يحتاج حمص ؟ أحتاج حماسي او لا يا سلام انا والله المنظر هذا عجبني حين وحيد عجبني حين ايه انا بالأمانة جربي في المظار يا السلام يا السلام صارتنا. سر المذاق الهندي. والله. يا شب. بس بس بهارات وليد غير. احكيه طبعا. نعم. سر مذاق وليد. سر المذاق العنيزي. يا سلام عليك يا ببريح. الله يعطيك العافية. جواكلة. ايه كذي حالات الضو. حتى لو كانت زينة الدلة والغوري. عادي. حتى رفاضين. لا لا يا زه الله خير. سواء لنا شاي قهوة. في قدور يا رابع. في قدور. ايه. كاهو موجود. حياكم حياكم التابع. انت قهوة. الله. يا السلام عليك. تستميدك يا راتيك العافية. كم فضلك. راتيك العافية. شنو المكونات اللي حطيتها للحي. حمس بصل. ثوم. طبعا في اشياء ناكسة. الموجود. عادي بر بر. بصل ثوم. طماط. معجون طماط. هارات هندية مشكلة. والله يا رابع. ورب. ورب. اخر شي روب. اخر شي روب. وخضراء. ايه خضراء تريدها تحط. ورقة عاري ورقة. ورقة. عشاب الهندية. انتك دراك اللي افضل من البديل. شوفي. ايه عمري. ايه عمري. نقف العيش فوق الحمسة. هلا اعطيك العافية. الله شوف جمال المنظر. مسليمان. الله يزاك خير. سأم الله عدوك. انت مساع قرأت بصلاة لعشة. سورة العصر. نعم. ممكن زاك الله خير. تفسير سورة العصر. ابشر ان شاء الله. تبشر بالجنة. الله يزاك خير. الله وصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن ولاء ما بعده. قال الله عز وجل في سورة العصر. بدايتها والعصر. اي اقسم الله تعالى بالعصر. الذي هو الليل والنهار ومحل افعال عباد وعماله. ثم قال الله عز وجل. ان الانسان لفي خزر. اي ان كل انسان خاسر والخاسر ضد الرابع. والخسارة مرات متعددة ومتفاوتة. قالوا قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والاخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم. ثم قال عز وجل. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. قالوا قد يكون خاسرا من بعض وجوه دون بعض. ولهذا عمل الله الخسارة لكل انسان. الا من اكتصف باربع صفاته. الامر الاول. قال الايمان بما امر الله تعالى بالايمان. قال عز وجل. الا الذين امنوا. قال. وَلَا يَكُنْ الْإِيمَانُ بِدُونِ عِلْمُ فَهُوَ فِرْعٌ عَنْهُ لَا يَتُمْ إِلَّا بِهِ فَهُوَ فَرْعٌ هَنُهُ لَا يَتُمْ إِلَّا بِهِ والعمل الصالح. قال. وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجه والمستهبة. ثم قال عز وجل. الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق. قال. والتواصي بالحقي الذي هو الإيمان والعمل الصالح. أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثوا عليه ويرغبوا به. والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أغدار الله المؤلمة. قال. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه للذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الآخرين يكمل غيرهم. وبتكمل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسران وفاز بالربح. وهذا وصل اللهم على سيرة محمد وعلى آله أجمعين. الله يزاك خير. سبسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذه مرقة الدياي الهندي ولدان. يا سلام. وهذا العيش التاول. بسم الله. شوف التزيين ما شاء الله. يحي 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 يحي. يا سلام يا سلام. برد ويوعة. هو بس برد ويوعة. معبوش تاول صنع حالية. شوفوا هني الوضع. مياو. ناطر هنا. شوف 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 الدلك. هذا معبوشك. تاول. كافوا. فرش ها. كافوا والله. كافوا ببدر. الله تاكل عافية. الله عافية. بسم الله. ما شمي شمي الرابع. لا خلص. الله عافية. قوى كالله. قوى كالله. نأخذ وظيفة بو أحمد اليوم. و أحمد إيا من انا. كرو عليك سود. الله عاطيك الصح والعافية. قواك الله. اللهم لك الحمد تعالشين خلصنا. واستنسنا وناسا اللهم لك الحمد بها اليومين. يعني إحنا يانين أمس و اليوم السبت اللهم لك حمد. يا جماعة. استنسنا وناسا يا ربك الحمد. الكشتة حلوة بالتعاون حلوة بالصحبة الطيبة حلوة بالعبادة صلاتك ما تيتركها بويفتها حلوة بالطبخاتها حلوة بأي شيء واحد يعطي معلومة حق الثاني هذه حالات الكشتات واليامعات خلصنا كشتتنا على خير اللهم لك الحمد ونشوفكم إن شاء الله بكشتات ثانية ولا تنسون يا ربع دعم القناة الاشتراك واللايك والنشر وقواكم الله وإن شاء الله تكونون استفدتم من هالفيديو الهدف يا جماعة صار مو بس كشتة ونستانس ونمشي صار باذن الله يعني كثر ما أقدر أفيد الشباب معلومات برية طباخ معلومات دينية اللي نقدر عليه نقدمه وقواكم الله ونشوفكم على خير السلام عليكم ببادر الله تكي العافية قواك الله خوش كشتة الله تكي العافية ما قصرت له هاي باي عاصف ايلا انا خد رحتي الله تكي العافية كسر يلا نادار يا حمود شي تقول حمود بس جيبه تقوم السيارة بس بس الله عطيك العافية بس 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 سليمان قواك الله عافيك حيو الله عطيك العافية ايدي 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 ثاني ثاني الله عطيك العافية يا بس ليمان جواك الله يا بس ليمان مايرت عليك الله عطيك العافية ما قصرت حبيبي يعطيك العافية يا العود ما قصرت اسلام يدينك على الكشتة الطيبة. انت لي ما قصرت بحمود. انت لي ما قصرت والله. الله عطيكم العافية حبيبي. خنروح خنروح حق السكرتير. الو. بوائل. الله عطيك العافية. الله يعرف فيك. جواك الله ما قصرت. والساعة المباركة وتشرفنا بشوفتك ومعرفتك. الله تقول لي عمرك. الماي اسراف لو سمحت. الو. جواك الله عبيبي. الله يبارك فيك. شغال سياراتنا وبنتوكل على الله ان شاء الله. ايقول لي نترك المكان افضل ما من ما كان. شلون. خي قط وصاختنا ولا نمشي. لا واهم مصاحة غيرك للمكزوم عليها. يعني 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 ما ان قط وصاختنا ولا نمشي لا 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 لا. هذا ناقص زيني عقلترهم. اناقص عقل وناقص اخلاق الله يهدي. الله يهديهم. الله يهديهم. اي والله. الله عطيكم العافية. الله اعطيكم العافية. شوكم على خير حبيبي. حبيب سلام سلام عليكم. الله يزاك خير بوبادر تاوى قبل اركب السيارة تشيذكرنا كلنا قال دعاء كفارة المجلس يا شباب اصلا يغفر لنا يا معتنا وقعدتنا واي زلة صارت مننا يا رب